موسيقى أشارت الإحصائيات الأخيرة إلى معطيات مقلقة فيما يتعلق بضحايا حوادث الطرق في المجتمع العربي ما هي آليات رفع الوعي للحد من حصاد الأرواح على شوارع البلاد؟ للحديث عن هذا الموضوع نستضيف المربية سائرة عابد المفتشة لموضوع الحضر على الطرق في وزارة التربية والتعليم أهلا بك أنت وصلتنا كمان للبعد اليوم أهلا بك أهلا بك معاد يعطيك العافية لجميع المشاهدين طبعا الإحصائيات اللي إحنا وصلتنا إحنا كل تقريبا شهر السلطة الوطنية الأمان على الطرق بيطلع نشرة للإحصائيات اللي ممكن تفيدنا إحنا كرجال في التربية والتعليم وإحنا مسؤولين في الوزارة وأيضا اللي بيشتغلوا معانا كان من الشرطة أو سلطة الوطنية الأمان على الطرق حتى إحنا نشوف وين وضعنا في الدولة تقريبا أنا بدي أبدأ هيك بني بشوية إحصائيات إذا ممكن معانا بس أنا كنت بدي أخذ يعني منك هيك بشكل عام بداية تحكي لنا عن الأسباب في ارتفاع عدد ضحايا حوادث الطرق يعني من المجتمع العربي حسب الإحصائيات اللي رايح يدخل لنا إياها الأخيرة طبعا إحنا خلينا هيك في موضوعنا نجمل إنه في عنا 367 خلينا نقول إصابة اللي هي ما بين قتلة وما بين جرحة بشكل كبير وهدول من هذا اللي خلينا نقول العدد في عنا 251 إصابة اللي هي قتيل من بين هن 69 قتيل من الوسط العربي في نسبة حوادث الطرق 16 من هن اللي هن كانوا ركبين على درجات كهربائية أو أفنوعيم إحنا منقولها كمان 14 سائق اللي هن طبعا في جيل اللي هن أقل من جيل 16 سنة انت سألتيني عن السبب هذا إحدى الأسباب إنه إحنا نركب الدراجة الكهربائية في جيل اللي هو أقل من المسموح وهذا حسب القانون يناقض القانون وهنا بدنا نفوت لعدة مجالات لعدة أسباب اللي هي مثلا خلينا قولي أنا بسميها أخي فاها هوريت أو الشي ما نسميها بالعربي أكثر اللي هي الأهل المفروض يراقبوا كل ما يتعلق بموضوع الرقوب الآمن على الدراجات الكهربائية أنا بيعطيكي هيك مثال صغير جدا بيكون عيد ميلاد لأي شاب خلنا نقول في هاي الفترة الجيلية بعد سنة 14 احنا منشوف لأولاد كتير تطلب إنه بدها دراجة كهربائية أو بدها خلنا نقول لي ما ترسيقل أو كل هاي الأمور فبيجي لأبو نخنعه بوافق على هذا الأشي بس أنا باجي بقول له أنت ما هديتش ابنك كهدية أنت أهديت وسيلة للقتل ليه؟ لأنه إحنا لازم يكون في عنا الوعي الكافي حتى نعرف شو المخاطر اللي بتصادف في الشارع والشارع مكان اللي هو كثير كثير خطير أنا بالنسبة إلي وبالنسبة للكل يعني إحنا في المناهج التعليمية اللي منفوتها في الوزارة منركز كثير على السلوكيات الآمنة وكيف إحنا بدنا انهيئ الظروف المناسبة للطالب لما بدي يطلع كمستخدم طريق في جيل التفول المبكرة ابتدائي حتى يصل لجيل اللي هو إحنا عم منهيئ لصائق جديد اللي بدي يخرج لمحيط المروري خلينا نحكي عمليا يعني أول إشي فهمنا إحنا داركو فممكن إذا بدك تحكي في توسع داركو وكمان البرامج الحذر على الطرق في المدارس لرفع الوعي لدى الطلاب إحنا في وزارة التربية والتعليم من سنة 1993 سن قانون في اللجنة الوزارية للحد من حواث الطرق أو لرفع التفقيف المروري والتوعي المروري في داخل الوزارة في أنه يكون في كل مدرسة مركز لموضوع الحذر على الطرق كل صف أول أو تاني وصف خامس إجباريا أنه ندخل حصة أصبوعية في جيلة ابتدائية لجيلة الإعدادية عنا صف تاسع بأخذه حصة أصبوعية إحنا وقفنا هذا البرنامج لأسباب معينة أسباب تمويلية السنة عودنا دخلنا لموضوع على أساسي يكون كتجريب بايلوت أخذنا 56 مدرسة من الوسط العربي أو من المجتمع العربي مقابل كمان تقريبا باخدت منقول 68 مدرسة اللي هي من المجتمع اليهودي بدنا نشوف كيف هذا البرنامج يمرر في داخل المدارس وفي صف عاشر لدينا منهاج الزامي لكل صف عاشر حصة أصبوعية في التطقيف المروري نعم سايرة كمفتش عن هذا الموضوع اللي هو جداً أساسي ومهم يكون في مدرسنا في مجتمعنا العربي وإحنا عم نسمع منك الإحصائيات المقلق وخطير جداً هذه النسب ما بتفكري أنه لازم يكون من جيل صغير حتى الروضات لصف 12 هذه الدورات تمرر بشكل دائم إحنا طالبنا الوزارة قسم الحذر على الطرق طبعاً مديره ماكس أبيرام وإحنا الطاقم المفتشين اللي موجودين في الوزارة دائماً من طالب الوزارة بتمويلات أو تمويل البرامج تاعتنا ولكن للأسف في عنا كثير في عنا تقلصات في الوزارة فبتعطينا إحنا منسميها برنامج الأم اللي موجود في داخل المدارس كنا ندخل للروضات ولكن أنا السنة مثلاً عندي تقلصات في نسبة المرشدين أو عدد المرشدين عندي أنا قطرياً من الشمال إلى الجنوب ولكن كان فيه هناك قسم من التقلصات هذه التقلصات بتأثر أيضاً على أنه يفوت مرشد على يدخل للمدارس أو يدخل على الروضات والبساتين ويعطي الإرشاد المناسب في المناهج اللي إحنا من أديها إحنا مناهجنا كمان حتى تكون في الصورة معاد إحنا البرنامج تبعنا يقسم إلى ثلاث مجالات يعني إحنا منشدد على كل قضايا السلوكيات في الحضر على الطرق في عنا موضوع الإتاحة اللي هو موضوع كمان جديد دخل إسمنا التطرق لها طبعاً لكل موضوع وكمان نمط حياة آمن فكل هاي المناهج المفروض يكون فيه تمويل خاص وهي هاي اللي إحنا طلبناها في خطة الكنيسة الجديدة اللي إحنا في عنا خطة 30-50 اللي طلبنا قدش ممكن يكون في عنا دعم من حيث إنه ولو في كل مرحلة جيلية يكون عنا حصة تثقيفية في هذا الموضوع نعم طبعاً بحب إنه نسمع منك أكثر نتطرق لثلاث مواضيع اللي ذكرتها وهل يتم تأهيل مرشدين للعمل ضمن هذا المشروع بالمدارس وهل هن مؤهلين للمجتمع العربي يعني هل المنهج مؤهل من ناحية لغوية من ناحية طبعاً الاحتياجات للمجتمع لأنه هون كل مجتمع له احتياجاته الخاصة وإحنا عم نحكي إنه هذه الأموال تضر إنه بعدم يعني إعطائهم هذه الإرشادات أو تهيئة مرشدين يعني ملائمين هاته أشرح لك في شكل عام معاد كيف بتم الموضوع تقريباً من ست سنوات الأخيرة اللي أنا كنت فيها كمسؤولة قطرياً عن الموضوع بدرت في إنه يكون هناك قفز نوعية من حيث التوعية من حيث إنه المدراء يخذوا الموضوع بشكل جدي ألزمت كل مدرسة إنه يكون فيها مركز لموضوع الحضر على الطرق ألزمت كل مركز فيه إنه يكون مؤهل يعني أنا لا أصادق على تعيين مركز بدون ما إنه يكون مارق سنة تأهيلية على الأقل وهو بادي في السنة الثانية للتأهيل فالمركز يجب عليه أنه يمر في عدة دورات تأهيلية منها دور التأهيل السنة أولى دور التأهيل السنة الثانية اللي إحنا من خلالها هي الدورة من هيئة قديش ممكن لكل ما يتعلق بالمهام المطلوبة منه كمركز لموضوع الحضر على الطرق إتاح نمط حياة آمن كمان في عنا دورة اللي هي دورة مركزين اللي هن بيكونوا مبادرين نسميها بعد ما يمر ألف يعني نقول مرحلة ألف ومرحلة با في المرحلة الثالث إحنا منذوت عنده المبادرات والتربوية اللي ممكن يقوم فيها في هذا الموضوع في عنا دورات اللي هي كمان تأهيلية لكل ما يتعلق في برنامج المناهج منهاج صف أول منهاج صف خامس مستقلون في المكان دورة لها طبعا منهاج صف تاسع ودورة للتثقيف المروري لصف عشر يعني كل خلينا نقول المعلمين مع المرشدين اللي بدين يفوتوا لهذا الموضوع المفروض يكون في عندهم تأهيل مسبق فهذا الأمر كثير ساعدنا في أنه الموضوع يأخذ حقه شوي في المدارس هل بتشعر إنه فيه تعاون؟ فيه تعاون فيه صحوي فيه عندنا مدراء كثير بتوجهولي في طلبات إنه إحنا بدنا الموضوع بدنا ندخل موضوع خاصة في الثانويات لأنه برنامج الثانوي خلينا نقفز شوي للثانوي لأنه موضوع كثير هام جدا تأهيل معلمين لبرنامج التثقيف المروري بالثانوي وحصول الطلاب بعد ما هن يمروا سنة كاملة من التثقيف المروري خلال السنة في تعليم 22 موضوع أساسيات وسلوكيا وتثقيفيا مهاريا وجدانيا كل هاي الأمور إحنا خلينا نقول مندخلهن في وضع اللي هو سلوكي اللي ممكن يصادفه في الشارع هو بده يحلل كل هاي الأوضاع من خلال طبعا عدة وسائل تعليمي اللي وفرنا له إياها بالآخر هو بمرق امتحان اللي هو النظري امتحان التقوريا امتحان التقوريا كان في اتفاق مع وزارة المواصلات طبعا الطالب بأخذ امتحان التقوريا اللي بنجح لمدة ثلاث سنوات بيكون معا مجال انه يتعلم خلال هالسياقة بشكل اللي أنا بقول بشكل متمهن أكثر يعني اللي بمرق برنامج لتثقيف المرور في صفح عاشر منشوف هناك الفرق ما بين طالب مرأ هذا الموضوع وطالب اللي هو ما مرأ يعني لحظة بس الموضوع اختياري يعني للإمتحان النظري لا عشانها احنا من ندخل السنة قبل ثلاث سنين كان اختياري مش اختياري اختياري ولكن أنا اخترت يعني نقول في عنا بيجي من الوزارة أرقام لمدارس أو حسب رقم المدرسة بيعطوني أرقام المدرسة اللي بدها تفوت لهذا المشروع وبناء على إحنا شفنا خلينا نقول الوضع في المدرسة هل بسمح لأنه الامتحان هو محاوسب أيضا يعني هل فيه كل اللي هو يعني يدعر عن طريق الحاسوب نعم كل الحواسيب وحاديثة عن طريق تخنات آيتست لازم تكون آيتست عشرة الجديدة لازم يكون شبكة انترنت نعم يعني كل الأليات التكنولوجية الحديثة معلم يكون مؤهل وكمان مركز الحوسة بيكون كمان زمين خلينا نقول أو متوفر في المدرسة فكل هاي الأمور لازم تكون متوفرة حتى احنا نعطي المدرسة انه تفوت لتدخل لامتحان التيوريا اللي هو على نمط البقروض متحان التيوريا في داخل المدارس يختلف عن متحان التيوريا برا يعني الطلاب ممكن تدرس ثلاث ساعات وتعمل متحان التيوريا وتنجح ولكن هل هذا الطالب يعني أخذ الاستفادة كيف احنا منعلم الموضوع بحذفيره في داخل المدارس نعم فكتير منشتغل على ضغط الجماعي منشتغل على تهيئة الطالب لكل السلوكيات اللي ممكن يصدفها في داخل الشارع كل هاي الأمور بتهيئوا خلنقول لكيف يستخدم بشكل صحيح سلوكياته اللي ما بدي يكونه إما كمستخدم طارق أو قصائق مستقبلا حلو الآن لحد إسا سألتك طبعا عن وزارة التربية والتعليم المداراء والهيئة التدريسية والمرشدين ولكن ما سألتك أنه هل هناك دعم كاف من قبل أولياء الأمور لمثل هذه البرامج دور أولياء الأمور هام جدا وإحنا في الفترة الأخيرة عم نشتغل كثير في الوزارة أنا مع الطاقة من المرشدين خاصة في مجتمعنا العربي على توعية الأهل فمن ضمن نقول فعاليات اللي بيقوم فيها مركز الحاضر على الطرق أو المرشد اللي هو طبعا مرافق للمدارس كل مرشد عندي تقريبا مرافق ثلاثين مدرسة فإحنا أعطينا ولو على حسابه الخاص كمان خلين نقول اللي يعطي إرشادات للأهل يعمل ورشات عمل مع الأهل أنا توجهت قبل تقريبا أسبوعين لمحامي نديم مصري اللي هو رئيس اللجنة القطرية لأولياء الأمور في عنا عمل مشترك رح يكون إن شاء الله وبهذا العمل ممكن إحنا ندعم ونوعي الأهل لكل ما يتعلق في الثلاث مجالات اللي إحنا منقوم فيها لأنه خلين نقول إحنا نشتغل في داخل المدارس ولكن الولد بروع على البيت فالاستمرارية ما بين المدرسة وشو بأخذ الولد من قوانين من تفقيف من سلوكيات آمنة المفروض كمان في البيت يشتغلوا على هاي النقاط فأنا بظن إنه دور الأهل مهم جدا عم نشوف في إقبال كمان من الأهل خاصة في موضوع الإتاحة لأنه موضوع جديد فكثير في أهل بيهتموا إنه الطريق للمدرسة من وإلى تكون متاحة بشكل اللي يسمح للطالب حتى لو كان عنده أو من ذو الإحتياجات الخاصة تتوفر له كل الإمكانيات للوصول الصحية داخل المدرسة وفي داخل المدرسة أيضا يكون إحنا منطلب ولو الأشياء البسيطة مثل لازم يكون بير معاليت لازم يكون في عنا مسعد كهربائي أو تحضير لمسعد كهربائي إذا لا صمح الله صار نقول طالب صار مع حادث معين ونجبر إنه يجي على المدرسة لا نفرد على كرسي عجلات نعم وبدو يتنقل وصفه يكون في الطابق الثاني فهونا المدرسة لازم تكون متاحة من جميع النواحي أو طالب مع نقول ذو احتياج خاص من ناحية سمع نظر كل هاي خلينا نقول تهيئة الظروف البيئية نسميها البيئة المرورية والبيئة اللي هي الجسمانية الصحية للطالب يجب أن توفرها المدرسة احنا لحد هون دورنا بخلاص بعدين بفوت دور التربية الخاصة يعني احنا بمشاركة بهذا الموضوع خاصة مع طبعا تفتيش التربية الخاصة احنا دورنا في المحيط المروري في داخل المدرسة يكون البيئة آمنة البيئة متاحة أيضا كمان كأهل نعم ولكن هذا لا يقتصر على المدرسة يعني أنه بيطلعوا على الشارع العام وإحنا بنعرف طبعا المخاطر الموجودة في بلداتنا كل موضوع الشوارع الإشارات المرور للسلوك على الطريق فإحنا مش بالضبط منطلع لمكان آمن صحيح أنت عم بتفوتيني ل سألتيني بالأول شو الأسباب للحوادث ففي عدة أسباب ولكن أنا بحط دايما إحنا بنقول العامل البشري هو أهم سبب لأي حادث مروري يعني إحنا لازم نلائم سلوكياتنا للوضع المروري اللي أنا موجودة فيه يعني إجيت أنا على شارع مثلا اللي بشوف أنه ما فيه ممر مشا ما فيه إشارات مرور ما فيه كل تدابير إحنا بنسميها المرورية الصحيحة لازم تكون في شارع اللي هو آمن سلوكي يختلف هذر إحنا بنعلم للطلاب سلوكي يختلف عن سلوكي في شارع اللي هو آمن إذا دعطي يعني مثال ما بين بلداتنا هون الطيبة مثلا أو بلدة البعنة أو دول الأسد أو سخنين تختلف كل بلدة حسب البنية التحتية اللي الطالب موجود فيها وهذا هو الملائمة اللي إحنا بنلائمها في مناهجنا حسب الوضع الموجود في داخل قرانا ومدننا العربية أنا لي بشدد على القرى والمدن العربية لأنه كيف أنت حكيت هي مش أو بتنقص لعدة تدابير مرورية نعم نعم ونسمع كمان هذه الإحصائيات هذا كمان يعني سبب آخر لأنه الطالب ممكن أنه يتعرض لعدة مواقف اللي هي خطرة على الشارع عشان كي قلتلك أنا دايما بقول أنا على الشارع فيش موعد تاني فيش موعد باه يعني إحنا في كل امتحان من نمره كل إشي في الدنيا فيه موعد تاني ولكن في داخل الشارع دايما أنا بقول لطلابي للمركزين لأي إنسان بقول إن فيش موعد تاني لأنه بتعرف شو بيصير معك لذلك يجب أن يكون بالفعل تفقيف وتشديد من قبل نقوزارة من الأهل من السلطات من جميع الأطراف من أعضاء الكنيسة العرب يجب أن يثار هذا الموضوع إثارة اللي هي جدية ونعمل جاهدين كلياتنا في خلينا نقول متكاتفي الأيدي حتى إحنا نقلل قديش ممكن من نسبة الإصابات في مجتمعنا العربي نعم برنامج الحظر على الطرق في المدارس يتضمن فعاليات شيقة مثل استخدام السيارة مثلا هل هذا يساهم في تذويت الأفكار بالسياقة الآمنة الاستخدام الآمن للطريق العام استخدام السيارة خلين نقول يكون ضمن فعالية اللي بيكون في عنا من سميها فعاليات خارجية تأتي إلى المدارس ولكن أنا بدأ ركز معاد معاك على الفعاليات اللي تقام في داخل المدرسة من مبادرات المدارس فهذه الفعاليات لما المركز مع الطاقم التدريسي مع الإدارة مع المسؤول في البلدية أو في المجلس عن موضوع الأمان على الطرق في داخل البلد نفسها وبيكون هناك ملاءة مما بين احتياجات البلد شو في عنا صعوبات مع المناهج الموجودة مع الفعالية اللي تعطى لها البلد نفسها فهون بيكون عنا الفائدة أكثر فعشانيك أنا كتير بركز على أنه صحيح الفعاليات تساعد الفعاليات الخارجية أو أنه نركب في السيارة أو أنه في عنا فعالية مع حزام أمان أو بلا حزام أمان كل هاي الأمور تؤدي إلى الإفادة ولكن أنا بشجع جدا الفعاليات الداخلية اللي بتتم في داخل المدارس من مبادرات المركزين والطاقم اللي موجود في داخل المدارس في كثير فعاليات حلوة في عنا إسه تقريبا بناء مساحات للركوب الآمن أو نسميه ملعب للركوب الآمن على الدرجات الهوائية اللي هي موضوع كثير ما في درجات كهربائية لا في الإبتدائية لا أحنا ما في الإبتدائية لا ولكن في الإعدادية فيه فهنا من يثار الموضوع حسب يعني فيه بلد من البلاد اللي هي بذكرها اللي بيعين نجدات عم نشتغل على موضوع اللي هو نعمل مصار خاص للدراجات لأنه فيه نسبة كبيرة جدا بعد ما عملوا إحصائية لاوا أنه نسبة كبيرة جدا من الولاد بيستعملوا الدراجة الكهربائية من المتأسف الهوائية والكهربائية من وإلى يعني ذهابا وإيابا إلى المدارس فهنا فكان فيه هناك حاجة أنه إحنا نلائم تعليمنا أو نلائم كل الفعاليات اللي ممكن تكون في داخل المدرسة في تذويت سلوكيات آمنة فهنا لك التفاق والمبادرة في مشروع والمبادرة طبعا في مشروع اللي لائم الاحتياجات والمواطنين والطلاب طبعا بمساعدة كمان المجلس المحلي كان فيه هناك موافقة من مفتش كمان الرياضة رح نعمل على مشروع ولكن سنت الكورونا شوي أجلت جميع هاي الفعاليات أنا بظن معاد إذا إحنا بالفعل لدينا موقع رح هيك في الصدف سأقوله على الهوى موقع الحضر على الطرق إتاح أنا مضحية آمن اللي بدارت أنا والمرشدين في إقامته مصادق من وزارة المعارف فيه كتير فعاليات اللي هي حتى كأهل بقدر يفوت ويتثقف كمان مروريا شو لازم يكون في داخل هذا الموضوع قبل يومين أنا أطلعت نشرة كمان للأهل حتى بالفعل إنواع أهلنا كيف ممكن نتصرف وكيف ممكن نتعامل مع هذا الموضوع داخل المدارس سأرى إحنا عم نزيد لك شغلك هذا كمان مهم إلنا في بلداتنا إنه خاصة ممكن نستغل هذه المبادرة في إقامة مشاريع اللي بتهمنا وحسب احتياجاتنا ومتطلباتنا إن كان طبعا لطلاب المدارس اللي هني أكثر هني في الواجهة يعني في التعامل معهن من ناحية إرشادات ومحاضرات هل برايك إنه برامج الحضرة على الطرق تفي بالغرض وتحقق الأهداف المنشودة يعني أم أننا بحاجة لبرامج أكثر مكثفة وحدي اللي تتضمن أكثر مضامين أخرى عشان نحاول نبعد عن مشاهد قاسية لحوادث طرق ودهس وغيرها في بلداتنا حكيت معاد إحنا كوزارة من ناحية تربوية ومن ناحية إعطاء المناهج الكافية في عنا مناهج ولكن كما مرة قلتلك في عنا نقص في الساعات المخصصة للموضوع يعني أنا أؤمن وعم بحارب وقلتلك مدير القسم كما عم بحارب إنه يكون ولو في كل صف حسة أسبوعيا تثقيفيا لطلابنا لأنه الموضوع يدرس خلينا نقول فيه طبقة الطفولة المبكرة انتقالا لجيل أول تاني انتقالا في عنا هاي القفزة ما بين صف أول تاني لها صف خامس ومن صف خامس لجيل التاسع عشر فلو في عيونك استمرارية أيضا بعدة فعاليات أو حسة أسبوعية تعتفي كل مرحلة عمرية فهذا الأمر يؤثر جدا هاي إحدى النقاط اللي أنا كمان ضفتها في الخطة الكنيسة فإحنا بحاجة كمان لمساعدة من السلطات المحلية إنه بالفعل يمولوا أو إنه يساعدوا المدارس في كل ما يتعلق في المحيط المروري وترتيب المحيط المروري في التدابير اللازمي هذا الإشي كمان بأثر اثنين إحنا كوزارة مش ساكتين إنه ما في عندنا كتير فعاليات ولكن إحنا عم نلائم فعاليات اللي ممكن تلائم مجتمعنا العربي خاصة بالتعاون مع السلطة الوطنية الأمان على الطرق عم نشتغل على وحدات تعليمية اللي هي ممكن تفيد المرحلة العمرية ما بين صف أول وخامس اللي أخدناها لصف ثالث رابع اللي عم نشتغل على تطوير الوحدات تعليمية اللي هي بتلائم وضعنا أسه يعني ممكن إحنا نشتغلها عن بعض أو تعلم عن بعض وبتلائم أيضا المواضيع اللي إحنا بحاجة إلها قواسة عربي مثل حزام الأمان نعم أن المشي الآمن أن الركوب الآمن اللعبة الآمن كمان أنا عم نطور كل هاي خلينا نقول الوحدات حتى إحنا نسد الفجوات ولو بشكل لعبة ولو بشكل فعالية ولو بشكل ثلاثة دروس يعني كل وحدة هي عبارة عن ثلاثة دروس اللي المعلم أو مرب الصف بيقوم فيها طبعا مع الطلاب وآخر كل وحدة في عنا فعالية معينة مع الأهل يعني هاي إحنا زدناها حتى نكسب كمان أو نوعي أنه الأهل يكونوا كمان شركاء لأنه إحنا بدنا إياهن كشركاء لأنه كثير بأثر الموضوع كمان مرة أنا قلت موضوع حياة وموضوع سلوكيا تربويا فلازم كل الأطراف نشتغل مع بعض حتى نحقق الهدف المنشون في جيل الأعلى شوي عم نصور أفلام هاي الأفلام كمان مناسبة لأجيال الأعلى في جيل الشباب هاي الأفلام ممكن تساعد أيضا بعد كل فيلم في عنا كمان مرفق بفعالية صفية أو فعالية مدرسية اللي هاي بتنمي كمان عند الطلاب التوعية أكثر لكل ما يتعلق في المشاكل اللي بتكون بجيل الشباب نعم إن كان السرعة إن كان استخدام الكحول المشروبات حتى مشروبات الطاقة الأرقيلة كل هاي الأمور تؤثر على الصياقة وتؤثر على سلوكنا في الشارع أكيد ولكن هاي ما بتغني عن الدورات الشخصية يعني إحنا كمجتمع كمان اللي منحب هيك إنه نتعلم من مرشد اللي هو مهني أو معلم بفتعة الصف وبيحكي يعني بعضه موضوع التعليم والوعي عندنا أكثر هيك متجذر في إنه الشخصاني صح طبعا إحنا إذا كان معلم يعطي الموضوع هذا إشي آخر يعني إنه المعلم يتابع أيضا في قضية المتابعة هاي كتير مهمة يعني إذا أنا بعلم الموضوع مدار سنة كاملة هذا الأمر يتطلب مني تحضير مسبق وهذا الأمر يتطلب أيضا من الطلاب إنه يكونوا خينقول جاهزين لهاي الحصة أنا كثير أنا والطاقم خينقول كثير بنشتغل على قضية المتابعة يعني إحنا لما بنبدأ في مشروع معين المفروض ينتهي وفي عنا كمان بنعمل يعني نقول إحصاء كم مدرسة اشتركت في الموضوع كذا كل هاي الأمور حكيت على الدورات التفقيفية أو الدورات اللي إحنا منعطيها أيضا عم نفكر كمان في إعطاء برامج خارج الصندوق للأهل أيضا بمشاركة الطلاب هاي فكرة يعني هاي الفكرة يعني اشتغلنا فيها كهيكا مبادرة صغيرة العام في فترة الكورونا كان كل التعليم عن بعض فقمنا في محاضرات بمبادرة في مبادرة من مجلس نحف المحلة قسم الخدمات النفسية توجهوا لإلنا وكنا إحنا كمان يعني أبدأنا استعدادنا أن نعطي محاضرة لقسم الشبيب ولا الأهل في عدة مجالات اخترنا أكثر إش الأخطار البيتية اللي بتكون لإنه احنا موجودين في فترة كورونا وأغلب الولاد كانوا في داخل البيوت فلذلك ركزنا على اللعب الآمن ركزنا على نمط حياة آمن في داخل البيئة المنزلية قديش ممكن نقلل من إصابات الدهس نعم حوادث البيتية السقوط التزحلق التقاهرة بالاحتراق كل هاي خلينا نقول ركزنا عليها كان في مبادرتين من مراكز تأهيل المعلمين في المركز التربوي رهات ومركز التربوي حد الصحراء في النقب كمان في النقب نحن نسبة الإصابات هائلة جدا لذلك كان هناك مبادرة وإحنا كمان قدينا استعدادنا مع مرشديني إنه يعطوا محاضرات سلسلة محاضرات أعطينا أربع محاضرات اللي هي كانت مفتوحة لكل الجمهور في النقب اللي يسمعوا متمهن في الموضوع حاول عدة نقول مواضيع في داخل موضوعنا هذا الأمر كثير كان مفيد جدا حسب رأي وبتأمل أنه نستمر في هاي السلسلة كل الاحترام المربية سائرة عابد المفتشة لموضوع الحضر على الطرق في الوزارة التربية والتعليم شكرا لك على هذه المعلومات القيمة ونتوجه لكافة السائقين قيادة سياراتهم بحضر ولكافة مستخدمي الطريق لانتباه وقطع الشارع بطريقة آمنة عبور الشارع عبور الشارع بشكل آمن نحن نركز في الوزارة على المصطلحات الأساسية اللي بتأهل خلينا نقول لطلابنا لحياة آمنة لسلوكيات آمنة أنا بتوجه من هذا المنبر لأول إشي لطلابنا الأعزاء للمدارس للمديرين بتشكرهن بشكل كبير جدا على دعمهم للموضوع نفسه كثير عمالين نحن نشتغل وهن كمان عم بشتغلوا على إنه نوعي طلابنا نوعي جيل بالفعل واعي آمن بيعرف يستخدم الطريق بشكل آخر فأنا أملي ودائما عندي هكا أمل أنا دائما متفائلة بأنه رح نغير وإن شاء الله بالتكاثف المستمر بيننا وبين تقريبا جميع الهيئات المساعدة إن كان حكيت أنا مجالس أقصم تربي وتعليم المدراء المركزين المرشدين قسم الحذر الوزارة الكنيسة أعضاء الكنيسة أنا بآمن إنه رح نصل لوضع اللي بالفعل نقلل قديش ممكن نسبة إصابات في داخل مجتمعنا العربي إحنا رح يعني بقول أنا ثمرت تعليمنا كمان شوي يعني إحنا بدينا قبل أربع سنين إصد طلاب جداد يعني البدن يطلع على الشارع المفروض يكون عندن توعي مرورية تختلف عن التوعية اللي كانت أبن إن شاء الله دائما في أمل وفي ضوء في آخر النفق شكرا لحضرتك بعد مرة شكرا نعطيك ألف عافية إعلانات وراجعين على موعدنا ابقوا معنا اشتركوا في القناة